اكد سعد سيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب تواصل التنسيق والتشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية لخلض المصرفات المتكررة المتعلقة بالاعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطصية ضمن السياسة العامة للحكومة لضبط وترشيد الانفاق العام وزير الاعلام شارى لدى ترأسه اجتماع الفريق الحكومي المعني بتخفيض النفقات المتكررة المتعلقة بالاعلان والطباعة والاشتراكات والقرطصية إلى استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقيام بالزيارات الميدانية للحصول على المعلومات والمستندات ذات الأهمية ودراسة مقترحاتها ومرئياتها لخفض تلك المصرفات بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام ودون تأثير على انتظام العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتاجية مشيرا لأن فريق العمل يأخذ في الاعتبار توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتخفيف الضغوط المالية النجمة عن انخفاض أسعار النفط وأكد الوزير أن فريق العمل الحكومي سيرفع توصياته للجنة الوزرية لشؤون المالية وضبط الانفاق في الأول من ديسمبر المقبل تمهيدا لرفع التقرير النهائي إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وطبعا فريق العمل منذ التكليف السامي من قبل صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ركزنا أن نأخذ موضوع المصارير المتكررة في نطاق فريق العمل سواء في الخاصة بالاشتراكات الطباعة القرطاسية وغيرها من البنود بحيث أن ندرسها بشكل تفاعلي مع الجهات الحكومية لكي نصل إلى توصيات لا تمس القدمات المقدمة للجمهور خاصة المواطنين ولكن في نفس الوقت ندرس كيفية خفض هذه المصاريف بنسبة 30% بحيث أن نحن نحقق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المالية المخصصة لهذه المصاريف الحكومية الداخلية التي تتعلق بأمور تتكرر من ميزانية عام إلى العام الذي يليه والحمد لله قدرنا أن نحن نوجد عدد كبير من التوصيات في هذا السياق بالتوافق مع الجهات الحكومية التي بادرت مشكورة أيضا لطرح بعض الأفكار فلم يقتصر العمل فقط على أعضاء الفريق والمشكل ولهم طبعا يمثلون وزارة شؤون الأعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أيضا معنا الأخوة من وزارة المالية كانوا متواجدين وحضورهم فاعل جدا في عمل هذا الفريق الهدف في النهاية أن نحن نساهم في اتجاه خفض التكاليف والمصاريف الحكومية المتكررة التي لا تتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور أو القوى العاملة بالحكومة وبالتالي نساهم أيضا في مواجهة التحديات المالية التي تواجه الحكومة في هذه الفترة كما تواجهها أيضا بقية الدول في المنطقة نحن نبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد والسنة المالية الجديدة 2016 بحيث أن يكون خفض المصرفات يعطي أثر المالي مع نهاية 2016 تأثير خفض النفقات على الميزانية ورح يعطي أثر إيجابي على خفض الدين العام على اعتبار أن هناك فجوة الآن ما بين الإرادات الخاصة بالدولة إرادات الحكومة والمصاريف الموجودة فأي خفض في المصرفات رح يؤدي إلى خفض العيس ويخفف من الضغط على الحاجة لرفع الاختراض بسبب الحكومة كل هذه ما رح يأثر على المناطم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر